تشهد أسواق منطقة الباحة والمحافظات التابعة على هذه الأيام حركة تجارية لتسويق المحاصيل الزراعية بالمنطقة والتي تلقى رواجا لدى المستهلكين نظرا لقيمتها الغذائية تفاصيل أكثر مع زميل خالد ربيع الذي ينضم إلينا من الباحة أهلا بك خالد معنا يعني ما هي أهم المحاصيل الزراعية التي تجذب أهالي الباحة بداية أرحب فيك حسن وأرحب بجميع السادة المشاهدين طبعا نعم نتحدث عن الزراعة في منطقة الباحة وكما هو معروف منطقة الباحة تعتبر سلة خير الجنوبة الزراعية طبعا مزارع منطقة الباحة تصدر منتجاتها للأسواق داخل المنطقة وخارجها أتواجد الآن في أحد المزارع الكبرى هنا في منطقة الباحة والتي أيضا تصدر منتجاتها خارج المنطقة وداخل المنطقة للحديث أكثر عن تفاصيل هذه المزرعة يسعدنا أن نستضيف الأستاذ غازي الخازم أحد المهتمين بالزراعة بمنطقة الباحة أهلا وسهلا بك أستاذ غازي معنا في هذه النشرة على شاشة القناة الإخبارية أستاذ غازي بداية حدثنا عن تفاصيل هذه المزرعة من ناحية مساحتها والأشجار المتواجدة في هذه المزرعة أولا الله يحييكم ويمسيكم بالخير ويسعدنا أن نستضيف قناة الإخبارية بحضوركم ونشكر لكم هذا الحضور وهذا التمييز بالنسبة للمزرعة طبعا المزرعة هذه منشات تقريبا منذ ثلاثين عام ويوجد بها حدود ثلاث أربع ألاف شجرة فاكهة منوعة بين عنب ومشمش وخوخ وأبخارة وتفاح وكمثرة وكل هذه المنتوجات موجودة ولله الحمد في هذه المزرعة كيف تشاهد عملية التسويق داخل منطقة الباحة من ناحيتكم أنتم كمزارعين والله إحنا بكل أسف التسويق داخل المنطقة هنا أو داخل المحافظة سيء جدا وهذا يعني يرجع لعدة عوامل العامل الأساسي أنه يعني البلدية ما تسمح للمزارعين ولم تضع للمزارعين أماكن لكي يسويقون منتوجاتهم الزراعية ونضطر أن نحن نسويق للمحرجين في الموجودين في السوق والسوق محتكرة لشخصين أو ثلاثة ويأخذون البضاعة والمنتوجات بسعر أو بثمن بخص بكل أسف والإنتاج جيد ولكن التسويق ضعيف جدا لهذه العوامل التي ذكرتها وأتمنى فعلا أن البلدية تخصص أماكن للمزارعين لكي يسويقون منتوجاتهم بأنفسهم أنا الآن أضطر أن أستاجر سيارات وأسويق في محافظة جدة وفي بعض المحافظات الأخرى لتفاوت السعر ولجودة السعر خارج المحافظة كيف تشاهد مستقبل الزراعة في منطقة الباحة؟ والله الزراعة في منطقة الباحة الفترة الأخيرة للأسف هي ضعيفة جدا وذلك لعدة عوامل منها قلة المياه وهجرة المزارعين والمزارع لم تعد مجدية اقتصاديا يعني مزارعاتنا هذه تعتبر من أكبر المزارع في منطقة الباحة ولكن للأسف التسويق والأرباح ضعيفة جدا هل المنتجات التي نشاهدها في الأسواق هي أغلبها فعلا من مزارع منطقة الباحة أو من خارج المنطقة؟ المنتجات الموجودة في منطقة الباحة كلها من مزارع الباحة ما أحد يورد من خارج المنطقة وفيها وفرة كثيرة جدا وللأسف كل خاصة شجارة الفاكهة تنتج في وقت واحد وهذا يؤثر على التسويق ويؤثر على نظام البيع ما هي الجوائز التي حصلت عليها هذه المزارعة في مجال الزراعة طبعا؟ الحمد لله نحن الخمس السنوات الأخيرة مزارعتنا فازت من أفضل ثلاث مزارع في منطقة الباحة ولله الحمد والمنى الأستاذ غازي الخازم شكرا جزيلا لك حياكم الله وكرر شكري وتقديري لكم واتمنى لكم إقامة سايدة شكرا لكم طبعا كان هذا حديث الأستاذ غازي الخازم عن المحاصيل الزراعية وعن هذه المزرعة الجميلة دعم حسن طيب كيف الأجواء في هذه المزارع هذا الوقت تحديدا؟ الجو مشمس هل هناك أمطار في هذه الأيام؟ حقيقة حسن يعني منذ بداية اليوم الشمس لم تظهر على منطقة الباحة بشكل عام أنا أتواجد الآن في محافظة بلجرش في هذه المحافظة التي تبعد عن العاصمة الإدارية منطقة مدينة الباحة حوالي تقريبا خمسين كيلو طبعا الجو غائم وإن شاء الله نستبشر به طول الأمطار يعني طيب كيف الأوضاع في بلجرشي؟ الناس ملتزمين بالإجراءات ولا في مخالفات كثيرة؟ طبعا فترة السماح بالتجول من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الخامسة عصرا هناك يعني تواجد لأهالي محافظة بلجرشي في هذا الوقت ولكن ليس بالكثافة هناك التزام من قبل أهالي محافظة بلجرشي أيضا هناك جهود أمنية تباشرها الدوريات الأمنية هنا في محافظة بلجرشي داخل المدينة وأيضا داخل قرى محافظة بلجرشي طيب أخليك تقطف عينب شكرا جزيلا لك خالد ربيع من الباحة أشكرك جزيلا ترجمة نانسي قنقر